الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نختم سورة الكهف وكانت هذه القصة تتحدث عن الدنيا وعن ترك الأوطان بدءا بقصة أهل الكهف الذين تركوا بلادهم وهاجروا خوفا على دينهم ورغبة في أن يبقوا على التوحيد ثم ما ذكر الله جل وعلا لنبيه بأن يصبر مع الذين يريدون وجه الله جل وعلا ولو كانوا فقراء وأن يترك الأغنياء وأن لا يطيعهم وأن لا يستجيب لهم متى كانوا ممن أغفل الله قلوبهم عن ذكره ثم ذكر الله جل وعلا قصة الرجلين حيث آت الله أحدهما من الدنيا ما آتا لكنه لم يكن مريدا للآخرة ولا مستعدا لها فعوقب في الدنيا بزوال ما فيه من النعيم ثم ذكر الله جل وعلا إهلاك الأمم السابقة والقرون الماضية لما ظلموا ومن أعظم الظلم الإعراض عن آيات الله جل وعلا ثم ذكر جل وعلا قصة موسى مع الخضر وكيف هاجر وترك وطنه لطلب العلم وذكر قصة ذي القرنين كيف أنه كان يسافر لنشر التوحيد ولحماية الناس من ظلم بعضهم لبعض مع ما آتاه الله من ملك الدنيا وذكر من قصته أنه بنى السور العظيم على يأجوج ومأجوج وقال بأن بنى هذا السور رحمة من الله جل وعلا وأخبر بأنه في آخر الزمان سيهد ذلك السور وفي آواخر هذه السورة من الآية التاسعة والتسعين قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني إذا جاء ذلكم اليوم العظيم الذي يدك فيه سور يأجوج ومأجوج سور ذي القرنين الذي بناه على يأجوج ومأجوج في ذلك اليوم يتركهم الله جل وعلا بمعنى أنه يجعلهم يسيحون في الأرض وينتقلون فيها كما جاء في الحاية الأخرى من كل حدب ينسلون وبالتالي يختلط بعضهم ببعض وتركنا بعضهم يومئذ تركنا يأجوج ومأجوج في ذلك اليوم يموج بعضهم أي يختلط بعضهم في بعض وقد يكون المراد بقوله بعضهم أمام الناس جميعا في وقت قيام الساعة وقد ورد في الأحاديث أن يأجوج ومأجوج يأتون للبشر فيفسدون في الأرض ويدخلون كثيرا من أقطارها ولا يتمكنون من دخول بيت الله من مكة المكرمة والمدينة النبوية ويرسل الله جل وعلا عليهم دودة تهلكهم ثم إنهم بعد ذلك تخرج منهم الروائح العظيمة فيرسل الله جل وعلا السيل فيجرفهم إلى البحار ثم يكون على الناس بركة عظيمة في أمورهم وفي أرزاقهم قال تعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ يعني بعد ذلك بعد موت الناس جميعا ينفخ في الصُّور فيجمع الله الخلق في جميعا ويحشرهم في موطن واحد وذي قد ذكر هنا النفخة الثانية ولم تذكر النفخة الأولى التي يقع عندها موت الناس وصعقهم وذلك لأنها قد ذكرت في غير هذا الموطن كما في سورة النمل وصورة الزُّمر قال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَالصُّورُ آلَةٌ عَظِيمَةٌ أصدروا منها الصوت الكبير وَكِلَ بِهَا مَلَكٌ يَنْفَخُ فِيهَا قال فَجَمَعْنَاهُمْ أي حَشَرْنَا الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمْعًا في ذلك اليوم تُعْرَضُ جَهَنَّمْ على الناس فيشاهدونها فأما المؤمن فيحمد الله أن هداه للإيمان ليسلم من تلك النار وأما الكافر فإنه يزداد غيظا ويزداد حنقا وحزنا وألما قال تعالى وَعَرَضْنَا جَهَنَّمْ أي جعلناها تأتي أمامهم على جهة العرض من أجل أن يشاهدوا أجزاها للكافرين عرضا الجميع يشاهدونها ولكن الكافرين يرون دقائقها لأنهم يكونون فيها ثم ذكر السبب الذي اقتضى لهم هذا الأمر فقال سبحانه الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي أنهم لم يكن مشانهم أن يستجيبوا لما يرد عن الله جل وعلا من الذكر في كتبه التي أنزلها ومع أنبياءه الذين أرسلهم فكانوا لا يلتفتون إلى ما نزل من الوحي وبالتالي كان ذلك من أسباب ضلالهم وقال الذين كانت أعينهم في غطاء أي في حجاب يغطي هذه الأعين عن ذكر الله جل وعلا إما الذكر الذي أنزله وإما عن تذكر الله فلم يكونوا شاكرين لنعم الله ولم يكونوا خائفين من الله ولم يكونوا مستشعرين لمراقبة الله لهم وقيل بأن المراد بالأعين هنا القلب لأن العين منفذ له قال وكانوا لا يستطيعون سمعا أي أن المواعظ تأتي إلى أسماعهم فلا يصغون لها بأسماعهم ولا يلتفتون إليها ولذلك كان ما لديهم من السمع بمثابة المفقود غير الموجود إذ لم ينتفع به ولذا قال وكانوا أي كان شانهم في الدنيا أنهم لا يستطيعون سمعا فهم يسمعون بأذانهم لكنه ليس سمعا انتفاع واستفادة ثم قال تعالى أفحسب الذين كفروا أي هل ظن واعتقد الكافرون أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أي أن يجعلوهم أولياء يناصرونهم من دون الله ويكونون معهم ضد أنبياء الله وضد أولياء الله فهذا أسلوب إن شائي يراد منه يراد منه التقرير للحكم بأنه لا يجوز للمؤمنين أن يناصر الكافرين على المؤمنين فحسب أيها هل ظن الذين كفروا أنهم سيجعلون عباد الرحمن ازداد عنده اليقين وازدادت عنده نصرة الله جل وعلا ورسوله ودينه ثم قال تعالى إنا أعتدنا أي جهزنا وهيانا جهنم وهي الدار المجتملة على النار العظيمة المحرقة للكافرين نزلا أي مكانا ينزلون فيه ويضيفون فيه يقال أعد فلان لضيفه نزلا بمعنى هيى له مكانا مناسبا له وسمى ذلكم المصير السيء نزلا استقلالا من مكانتهم ثم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أي هل نذكر لكم من هو الذي قد أدى أعمالا لكنه خسرها ولم يستفد منها وحينئذ شبه تجارة الآخرة بتجارة الدنيا في موضوع الخسارة فقال هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أي من كانت لهم الخيبة والخسار مع أنهم عندهم أعمال ثم قال هم الذين ظل سعيهم الذين ظل سعيهم أي أنهم قد أدوا أعمالا في الدنيا ولكن ذلك العمل وذلك السعي لا ينتفعون به في الآخرة فهو بمثابة التائه الذي يكون في الصحراء لا يجد سبيلا إلى معرفة الطريق الذي تحصل به نجاته ولذا قال ظل سعيهم أي ضاع وفقد سعيهم أي عملهم وما يؤدونه من أمور دنيوية في الحياة الدنيا أي أنهم لم يستفيدوا منها في الآخرة وهم يحسبون أي يظنون ويعتقدون أن عملهم سينفعهم في الآخرة وأنهم قد أحسنوا أي أحسنوا صنعا أي أدوا عملا صالحا ينفعهم وهذا فيه تحذير للعباد من أن تكون إرادتهم بأعمالهم الدنيا فقط فإن بعض الناس قد يؤدي عبادات صالحة لكنه لا يقصد بها الدار الآخرة وبالتالي لا ينال بها أجرا كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ثم ذكرهم بصفة أخرى فقال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فمع أن الله هو ربهم الذي ينعم عليهم بصنوف النعم ولا زالت خيراته متوالية عليهم إلا أنهم كفروا بآياته والكفر بالآيات أي جحد هذه الآيات وعدم الإقرار بها وعدم الاستفادة منها والآيات على نوعين الآيات الشرعية التي نزلت على أنبيائه في كتبهم والثانية الآيات الكونية فإنها دالة على وجود الله وعلى قدرته هذه الأرض التي تحت أقدامنا وتلك السماء التي فوق رؤوسنا وهذا الشمس وذاك القمر وتلك البحار والأنهار وهذه الجبال آيات كونية عظيمة لا يمكن أن تكون قد أحدثت نفسها فلا بد أن يكون لها موجد عظيم يستحق أن يعبد فهؤلاء كفروا بآيات ربهم ولقاءه أي لم يؤمنوا باليوم الآخر وبالتالي لم يكن من شانهم الاستعداد له وبالتالي فإن أعمالهم تلك لا تفيدهم شيئا لأنهم إنما أرادوا بها الدنيا وبالتالي حبطت أي ضاعت الأعمال وأصبحت هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا مكانة لهم يوم القيامة وليس لهم منزلة تليقوا بأهل الخير والصلاح فلا يقاموا فلا نقيم لهم أي لا نجعل لهم أي لهؤلاء الذين كفروا يوم القيامة وزنا أي مكانة ومنزلة ثم ذكر العلة في ذلك فقال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا أي الذي جعلنا نجازيهم بأن تكون لهم نار جهنم أنهم كفروا أي جحدوا بالله جل وعلا فلم يقروا له بالتوحيد ولم يفردوه بالعبادة وكان من ذنوبهم أيضا أنهم اتخذوا آياتي ورسلي هزواء أي جعلوا ما يأتي من الله من الآيات والدلائل والبراهين على لسان أولئك الرسل واتخذوا آياتي أي الدلائل والبراهين الدالة على صحة الرسالة هزواء لعبا يستهزئون به ويقدحون فيه ويستنقصون وهكذا اتخذوا رسلي أي أنبياء الله عليهم السلام هزواء أن يستهزئون بهم ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما ذكر شان هؤلاء الكافرين وما هم فيه يوم القيامة من العذاب الشديد ذكر من يقابلهم فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعطفوا عمل الصالحات على الإيمان من عطف الجزء على الكل فإن الأعمال جزء من الإيمان ثم ذكر حكمهم فقال كانت لهم جنات الفردوس نزلا والجنات هي المزارع العظيمة التي التف الشجر بعضها ببعضها الآخر بحيث أصبحت لا يرى بواطنها من ظواهرها فهؤلاء وعدهم الله بأن تكون لهم جنات الفردوس والفردوس المقام العالي ونزل أي مكان مهيّا لنزولهم واستقرارهم ثم قال خالدين فيها أي سيستمرون في هذه الجنة لا يبغون عنها حولها لا يريدون ولا يرغبون تحولا عن هذه الجنان ولا انتقالا منها إلى دار أخرى ثم قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا كلمات الله تشتمل على الكلمات الشرعية مما في الكتاب والكتب السابقة وتشتمل على الكلمات الكونية كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن هنا فهذه الكلمات لها مكانتها ومنزلتها قال تعالى قل لو كان أي إذا قدرت أن البحر أصبح حبرا يمد القلم للكتابة فإن البحر سينتهي قبل أن تنفد كلمات الله جل وعلا قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر أي انتهى وخلص قبل أن تنفد أي تنتهي كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أي إذا قدر أن أتينا بجيش يماثل هؤلاء الأقوام فإنهم لن يستطيعوا أن يردوا قضاء من قضاء الله جل وعلا ثم قال سبحانه على لسان نبيه ليكون نبراسا للأمة في عملها بعد وفاته قل إنما أنا بشر مثلكم أي غايتي أنا أكون مماثلا لكم في البشرية إلا أنني أزيد بشيء لا وهو الوحي ولذا قال أنما إلهكم إله واحد فالوحي يأتي من الله جل وعلا والله هو الواحد وأما المخلوق فإنه من جنس هؤلاء البشر قال فمن كان يرجو أي من كان شانه أن يظن بوجود يوم آخر فإنه حين إذن إذا لقي فمن كان يرجو لقاء ربه أن يؤمل في صلاح أحوال الآخرة فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح ما وجد فيه شرطان أن يكون على السنة وأن يكون خالصا لله جل وعلا ولذا قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن من كان يرجو لقاء الله فحينئذ ليكن من أهل التوحيد ولا يكن من أهل الشرك بأن يصرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا في هذه الآيات فوائد وحكم كثيرة فمن فوائد هذه الآيات كثرة قبيلة يأجوج ومأجوج وأنهم في آخر الزمان يخرجون ويموجون في الأرض وفي هذه الآيات أن يأجوج ومأجوج يحشرون يوم القيامة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يأمر الملك بنفخ الصور من فوائد هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا يعرض نار جهنم على المسلمين ليحمد الله جل وعلا أن لم يواقعوها وأن لم يكونوا من أهلها وفي هذه الآيات أن العذاب إذا عرض على أو إذا شاهده أحد من أهل الإيمان والإحسان فلا يعرض به وفي هذه الآيات بيانوا أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بالإحسان فيه وفي هذه الآيات أن بعض العباد يعملون أعمالا كثيرة ولكن تلك الأعمال لا تكون من صالحهم ولا في ميزان حسناتهم وفي هذه الآيات ما عده الله جل وعلا للكافرين في نار جهنم وفي هذه الآيات أن العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما بموافقتها للسنة وسيرها على مقتضى التوحيد وفي هذه الآيات أن خسارة الإنسان تكون بتركه للعمل مع الوحي وفي هذه الآيات فضيلة سكن المدينة احتساب الأجر في ذلك وفي هذه الآيات أن الكافرين قد عد الله لهم منازل في نار جهنم وفي هذه الآيات أن بعض العباد يقدم يوم القيامة بأعمال صالحة كثيرة لكن الله جل وعلا لا يقبلها منهم وفي هذه الآيات أن من كان ضائع في الدنيا قد يعاقب من مثله في الآخرة وفي الآيات أن الإنسان قد يكثر العبادة ولكن لا يكون له أجر عليها لأنه لم يسر على مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات وجوب التصديق بآيات الله الكونية وجوب التصديق بلقائه وفي هذه الآيات أن العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما بسلامتها ووجود البركة فيها وفي هذه الآيات أن المؤمنين الصالحين سيجهز الله لهم فردوسا في تلك البلاد وأن الله يتفضل عليهم بأن تكون يقامتهم فيها دائمة وأن هم لا يبغون ولا يريدون التنقل عن ذلك المكان وفي هذه الآيات كثرة آيات الله وكلماته فيما يتعلق بالتصرف في هذا الكون وفي هذه الآيات أن كلام الخطيب بالخطبة العظيمة إذا كان مؤثر فإنه لا يعد أمرا محرما وفي هذه الآيات أن أهل الجنة يبقون فيها آبد الآباد ولذا قال لا يبغون عنها حولا أي لا يريدون انتقالا منها إلى مكان آخر ثم قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فيه من الفوائد سعة البحار وسعة ملك الدنيا وبيان ما أوتيه الله جل وعلا من القوة العظيمة وفي هذه الآيات كثرة أوامر الله جل وعلا بوقوع الواقعات سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات التعريف بحقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه بشر يماثلهم عنده من أعضاء البدن ما يكون عندكم مثله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن الميزة التي بيني وبينكم وجود الوحي ثم لفتهم إلى الله جل وعلا فقال إلهكم إله واحد فهو المعبود سبحانه وتعالى لا يعبد أحد سواه فمن كان يرجو لقاء ربه أي من كان شانه أن يفعل ذلك فحينئذ عليه أن يندم لما مضى وأن يتوب كما قال تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذه آيات عظيمة وسورة فيها معاني كثيرة عن الإنسان أن يتقرب لله جل وعلا ب كثرة قراءته وتدبره والعمل به بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين